بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة احنا يوم الحد بنتفقد بيتنا عشان نشوف ايه اخبار التوافق والسعادة اصدين ان احنا نتعامل مع كل التحديات الموجودة في البيوت نتعامل معها ومن غمضش عنيها ولكن نتعامل معها بكل وضوح حتى لو كان الكلام ده في بعض الاحيين ممكن يكون مش على مزاج بعض الناس لكن هو لازم نتكلم عليه عشان نقدر نحله عشان بيوتنا نقدر نوصل بيها الى التوافق ومنها الى الرضا الى السعادة لان في بعض الظواهر اللي بتظهر في مجتمعاتنا بعض الناس بيتغفلوا عنها ويبقى مسكوت عنها بس اليوم ما بيبقاش مسكوت عنها لان هي طول الوقت بتوجعنا وطول الوقت بتقلمنا في الفترة الاخيرة لاحظنا مجموعة من الظواهر السلبية اللي انتشرت انتشار النار في العشيم اللي ممكن تؤدي الى عدم استقرار الاسرة وزيادة حالات انخفاض التوافق الزواجي ومن ثم ارتفاع نسب الطلاق النهاردة هنتكلم بقى عن ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة محتاجين نركز شوية فيها وهي ظاهرة اختلال الادوار ما بين الرجل والمرأة او اختلال الادوار ما بين الزوج والزوج بشكل عام في اختلال ما بين الادوار ما بين الرجل والمرأة وبشكل خاص في اختلال ما بين الادوار ما بين الزوج والزوج وعشان كده بقينا نشوف أسر كتيرة بتتولى الزوجة فيها المسؤولية عن البيت أيوة أنا سامع دلوقتي الستات وبيقولوا أيوة والله يا مولان في مع غياب الزوج أو تهربوا من أداء دوره آه 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 في ناس بتتهرب من أداء دورها فبتقوم بتربية الأولاد وإدارة شؤون البيت وممكن يصر الأمر أن هي كمان تتولى وينفقها على البيت بما فيه كمان مصاريف الزوج نفسه نعرف أزواج كتيرة لم ينجدتهم على زوجته وعشان كده ظهر في بيان الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في اليوم العالمي للأسرة في 2020 وجدنا أن ما بين 24.7 مليون أسرة في مصر عندنا 3.3 مليون أسرة مصرية تعول عمراء يعني 13% تقريباً 13% والنص من الأسر المصرية تعولها الأم ومن بين 100 أم في 13 أم بتعول أسرة بأكملها وساعات الأسرة دي بيبقى فيها الزوج وده وفقاً للأرقام الرسمية طبعاً فيه سيدات بتضطر عشان كده مع وفاة الزوج أو إصابته بمرض يمنعه من العمل فبتقوم بإعالة الزوجة بإعالة الأسرة وده بيكون عمل بطولي ساعتها بتبقى المرأة بطلة ولما بتعمل الدور ده إحنا كلنا بنشرها فوق رصنا لكن المشكلة لما يكون الزوج موجود وقادر على العمل لكنه مش متحمل للمسئولية وبيدفع زوجته للعمل وتولي النفقة وإلا الأولاد مش هيكلوا ولا هيتعالجوا ولا هيتعلموا ولا يعيشوا حياة زي بقيت البناء أدمين أقصد زي البناء أدمين فبتضطر هي اللي تعول الأسرة عشان خاطر أولادها أنا عارف إن أنا وبتكلم أنتوا بتفتكروا أسر كتير وأنا عارف إن أنا وبتكلم فيه ناس بتتوجع لأن تقاعص الزوج عن دوره وتخليه عن دور القوامة اللي معنى الرعاية والقيام بشؤون الأسرة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ومع نزول المرأة اللي عمل بقا واللي بتكسب منه بتتكسب منه عشان تسعى لأولادها وبيتها وبتجد نفسها اتسمت ببعض السمات بعض السمات الرجال فتلاقي زوجها على طول بيعترض عليها على كده وبيقول لها هو أنا متجوز واحد صاحبي فالوضع ده نتيجة لتحملها مسؤوليات الرجالة فمن الصعب الحفاظ على قلوستها بلا تغيير وبلا تأثر لازم في بعض الأحيين تخشن صوتها والتخن ولازم في بعض الأحيين تخبط على الترابيزة ولازم في بعض الأحيين تعمل كده ولازم في بعض الأحيين تبرع ولازم في بعض الأحيين يبقى هندامها هندام أشبه بهندام الرجالة ومع أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بقوارير والتعبير عنده في عصر حضرة النبي بيدل على رقة المرأة وبيعبر عن سماتها المختلفة عن سمات الرجل تماما المرأة لها سمات والرجالة لها سمات فالرجل موصوف بأنه عنده جلد وعنده شدة وعنده في بعض الأحيين خشونة فلما المرأة تضطر لنزول العمل من الطبيعة أنها تكتسب شيء من سمات الرجل عشان تتحمل الظروف العمل اللي في كتير من الأحيين بتبقى صعبة ومن هنا نبدأ في الدوران بقى في دائرة مغلقة فالرجل بيشوف الست شايلة المسئوليات وقدرة تقوم بدورها وقدرة تقوم بدورها مش بدورها بس بدورها وبدوره إلى جانب دورها هي فيبتدي زي ما بينقول كده يريح ويعتمد عليها ويلقى عليها المسئولية لحد ما ده يبقى الشيء الطبيعي ويبقى دوة اللغة الرسمية في البيوت ولو اعترضت يعتبرها مش مقدرة ظروفه فاختلال الأدوار بهذا الشكل بيخصم من الرجل والمرأة على حد سواء يخصم من الرجل مسئوليته وقوامته ورجلته ويخصم من مرأة ونوستها وربنا خلق المرأة باسمات نفسية واسمانية غير لخلق الراجل بيها فما ينفعش يحصل تبادل للأدوار لكن ممكن نساعد بعضنا والأشياء تبقى مشتركة بنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في مهنة أهله يعني كان بيساعدهم في عمل البيت وكان صلى الله عليه وسلم دايما يشاور زوجاته وزوجاته كان عندهم رأي سديد فكانوا بيساعدوا رسول الله وبيشاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بيستشارهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت استشارته لستينة مسلمة مشهورة وزي أنجت المسلمين من أنهم يدخلوا في حالة سيئة جدا ومن الأشياء اللي ممكن تؤثر بشكل سلبي جدا على علاقة الزوج بزوجته هي أنه يستمر في التهرب من مسؤوليته بحجة العمل أو بحجة أنه هو كل الجهد اللي عنده راح وراء لقمة العيش فمثلا تطلب الزوجة من زوجها مثلا أتربى أمثلة تطلب الزوجة من زوجها مثلا أنه يصلح شيء في البيت أو يطلب الفن عشان يصلح فيقول لها ما تكلمين أنت ما تكلم الفن أنت وإيه اللي حصل وتقفي معاه أنا تعبان ويدخل وينام وفيه رجل غريب موجود في البيت طبعا أنا بقول له رجل غريب موجود في البيت ساعات الحاجة المعنى ده خف في بعض البيت بس هو في كتير من الناس ما زال حتى لأن الرجل الفني ده رجل غريب في البيت في إيه اللي حصل فهي تحس بإيه في رأيكم مش الزوجة هتحس بإيه في الوقت ده هتحس الزوجة بالتهديد طبعا لأن زوجة ما عندوش مشكلة أن الرجل غريب يدخل البيت في غيابه عشان يصلح شيء وفيه دواير بقى كتير عند الزيت طبعا الشخص ده لو أنه بعد كده حبي يسرق البيت أو أنه هو الرجل ده لو زعق فيها هو بيعمل الحاجة طب عامل إيه أفكار كتير الرجل ممكن ما تخلهاش ويعتبرها أشياء مضحكة لكن هي أشياء بتدور في زهن الست أو يخليها هي اللي تعمل لوحدها كل المشاوير اللي بتطلب وجوده فمن تكرار المواقف دي تشعر الزوجة أن زوجها ما بقاش بيوفر الله الأمان توقف مع المكانيكية تنزل تحت تشتري ما عرفش إيه تنزل تحل مشكلة في في الإسم عشان الكهرباء تعمل مع حاجات زكية كتير وأنها بقت تقوم بكل الأدوار فهي خلص ما بقاش ما بقاش ما بقاش محتاجة في حاجة بل وممكن تشعر بأنها أصبح أنها أصبح هيبقى عليها على فكرة دي مشكلة مشكلة كبيرة على فكرة أو أنا مش بتكلم على حاجة على حاجة مش موجودة أنا بتكلم على حاجة عاملة زي النرف في الهشيم في البيوت ولما بتيجي في الاستشارات بتخلي الواحد مش عارف يدخل من أي مدخل ما هو الكلام صحيح ويمكن السبب في ده على فكرة هي التنشيئة والتربية فبعض الأهالي بتربي ولادها على أن الطفل المدلل أو الطفل المميز بالذات لو جي على شوقة أو كان مثلاً هو ولد على بنات أو كان هو وحيد أم وأبوه فيبقى المدلل ومفضل بالنسبة للبيت على فكرة ساعت برضو التنشيئة يبقى هو الطفل المرفوض فيحس أنه من حقه بقى أن يتعوض الطفل اللي حس بالمظلومية ده فطلباته ساعات بتبقى كلها مجابة وطلباته كلها متأجلة لغاية ما يتجاوز فيبقى عايز طلباته كلها وساعات العيلة كلها بتسعى على راحته فيتعوض أن الست شغلتها إيه نتدلعه تدلل الرجل ويعتبر أن ده دره وده الطبيعي فانتظر أن زوجته تتعامل معاه زي ما والدته وأخواته وكانوا بناتك كانوا بتعاملوا معاه وتقوم بمسؤولياتها برضو وهي سعيدة وتبقى سعيدة برضو بس على فكرة لازم تلاحظ أن الأم كان بتعمل الكلام ده عشان بتحبك حب بيسموه حب غير مشروط لكن هي عشان هي أمك بس هي زوجتك كمان عندها احتياجات بس على الجانب الآخر تعالوا بقى نشوف السورة بعض على الجانب الآخر عشان ما حدش بقى بس يتخضي يقوله والكلام كله على الرجالة وتهربوا من المسؤولية تعالوا نشوف بعض السيدات بيتهربوا من سؤولية البيت بقى وتربية الأولاد وبيكون اهتمامتهم بنفسهم وبس فيقضوا أكتر وقتهم في الكلام مع الأهل مع الصديقات وكل همها انفاق المال والوقت على المظهر وما فيش اهتمام بالأولاد ولا بتربيتهم وتصحى متأخرة لا الأولاد فطره ولا الأولاد عامله واجب ويرجعوا الأولاد هي قاعدة بتتكلم والبيت يضرب يقلب ولا هي مهتمة خالص لا بالتربية والتعليم ولا بصحته وكذلك ما فيش اهتمام بالزوج فيضطر الزوج ان هو يتولى مسؤوليته البيت بنفسه يبتدي لما كانش بيعرف يطبخ يتعلم الطبخ لما تعلمش مش واخد على انه يكوه ولا يرتب البيت ولا يعمل اي حاجة يبتدي يعمل الكلام ده ويبتدي هو كمان يتحول لأم للأولاد بيتابعهم وبيسألهم فيبقى هو يبتدي يأثر في شغله ويتعب في شغله ويبتدي يرهق ويروح الشغل وهو متدايق ويروح الشغل وهو مش في طيق نفسه ويروح الشغل هو بالو مشغول بالبيت يعمل ايه مع الأولاد اللي هما نص حاجتهم ما بتعملهاش الزوجة لان هي مش ايه ما بدورها وبعض الأحيان بتكون الزوجة اتربت في أسرة عملية أو مادية أو كانت مهماشة في أسرتها فأصبح أهم شيء عندها في حياتها هي تحقيق ذاتها من خلال العمل عشان تكتسب مكانتها في اللي حصل فكل وقتها للعمل كل وقتها لنفسها كل وقتها لنجاحها الشخصي ولا التفت للزوك ولا الأولاد ولا أي حال خارس مفيش بقى فاهم حديث الرسول والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن راعيتها مفيش الكلام ده ويتعتبر أنه واجبها هو واجب كل البيت أنه ويدعمها فتصبح عبارة عن إنسان عنده شرى للنجاح وعنده ايه غفلة وعدم اهتمام عن مسؤوليات البيت وممكن تشوف زوجها مثلا أقل نجاحا منها كمان وأقل اهتماما بالبيت والأولاد فيكون ده في نظرها نقطة ضعف فيه فتعتبر اهتمامه بيهم من قبيل العجز عن التطور في عمله ومهتم بالبيت عشان أنت قاين بدورك مش مهتم بالبيت عشان هو ما عندوش طموح البيت بيقع فبيتم بالبيت عشان البيت بيقع وممكن الزوجها تكون كمان نشأت في أسرة وحيدة أهلها أو أخواتها كلها أولاد فتبقى هي البنبناية من الدلعة اللي في البيت فتعودت أن كل طلباتها مجابة ومش مطلوب منها أنها تعمل أي حاجة غير أنها تستمتع بوقتها وتفضل كده هي العطر هي الأميرة هي برينسيسة فيضطر الزوج يقوم بكل معاما فترجع الزوجها تشتكي أنها مش شايفة زوجها مش شايفة زوجها إيه؟ بيهتم بيها بالاهتمام الكافي الزوجها هي اللي بتشتكي أن زوجها مش مال يعنيها لأنه أسمح بيقوم بدور الأم والأب معا فتعتبره إيه؟ حنيته على أولاده ورعايته ليهم انتقاس من رجلته هي عايزة الراجل بقى يبدو أن هي بالاستلاح البلدي يعني بالاستلاح العام أن هي كانت عايزة يشكومها عايزة أن هو يدوس عليها عشان يحسسها لغبطة جاي منين من التنشئة ومن أخطر الأشياء على العلاقة الزوجية أن الزوج ينزل من نظر زوجته على فكرة أو الزوجة تبقى مش أنثة في نظر زوجته ما دي النتيجة اللي احنا وصل للنهارة دلوقتي هو نزل في عينها وهي وهم شايفها أنثة هنا بقى احنا أمام أشخاص فردانيين من الدرجة الأولى سواء الزوج اللي اتهرب من أداء دوره فوصل الزوجة اللي هي ما بقتش أنثة أو الزوجة المهملة لدورها فخلت الزوج بقى أب وأم في نفس الوقت علشان نخرج من المشكلة دي محتاجين نعلم أولادنا والربيهم على أن ربنا أنعم على كل واحد فيهم بالنوع اللي خلقوا به فالأنوسة نعمة والذكورة نعمة اللي اتنين في نعمة يعني محدش فيه رجالة كتير بتعتبر أن الرجولة عبق لا الرجولة مش الزكورة عبق لا الزكورة مش عبق الزكورة فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى في بعض الناء بعض الستات بتعتبر أن أنوسة دي ضعف لا الأنوسة مش ضعف الأنوسة كرامة فمن فيش نوع أفضل من نوع كل خلق الله يعني إيه كل خلق الله كلهم من عند ربنا سبحانه وتعالى لا فضل لأعربيين على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا حتى ليذكروا على أنسة خالص إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن التقوى إن محدش يظلم عايز أقول لكم حاجة أنا بعندي حاجة اسمها مظالم البيوت إيه مظالم البيوت دي هنتحاسب عليها هيتحاسب عليها الزوج والزوجة اللي هو إيه رمي المسئوليات على التاني دي اسمها مظلمة ده ظل الراجل لما يلمي مسئوليته على الزوجة على زوجته ده ظل والزوجة لما تلمي مسئوليتها على الزوج ده ظل الساعتين اللي انت هتناميهم اللي انت لو قمتي بههم وتمتي بالبيت كان البيت كويس وانت سبتيه الزوج يعيش هذا الوجع وهذا الضيق ده ظلم وانت لما خلتها ايه اللي حاصل تشتغل وتتعب وانت قاعد من غير شغل وانزي اخي تشتغل اي حاجة اي حاجة انزل اشأة اتعب بس ما تتخلقاش بعد كده تتعب كل التعب ده وبعد كده تيجي تقول هي بقت زي الرجالة كده ليه هي تغيرت كده ليه وتبدو تبقى تعمل الحاجات التانية عشان تحاول تاخد بقى مكملات زواجية وكل ده ظلم ولا عزو بالله اول خطوة اول اجراء لازم نعمله لازم نعود مع بعض ونعيد ترتيب نعيد ترتيب ايه نعيد ترتيب الادوار ونعود جلسة كده اسمها جلسة انا بسميها جلسة ايه جلسة ترتيب البيت بافراده بالبناء ادمين الجواه ترتيب البيت من الداخل احنا بنرتب البناء ادمين نرجع نرتب البناء ادمين نعود مع بعض وده شيء مهم جدا 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 قاعدة دي بنقعد نقول نقدر على ايه وما نقدرش على ايه وممكن نعيد هيكلت مصارفنا هيكلت حياتنا بس في الاخر خالص ماينفعش الزوج يروح واخد بعضه كده ويقول ده ما بقتش انسة ويمشي ده ظل لازم يقعد معها ويقولها ويتحمل نتيجة اللي هو بيقوله ده حتى لو تحمله ده انه هو يشتغل شغلانة تانية عشان هي ما تشقاش وهي لازم تروح لزوجها وتقوله انا محتاجة ان انا اتدلع شوية بس في نفس الوقت هو لازم يصراحها ويقولها بس احنا عندنا بيت لازم تبقي جوزء من البيت عشان ما تهمشيش في البيت ده وتبقي انتي في حتة والبيت كله في حتة تانية لازم يعودوا مع بعض ويتصرحوا ويتكلموا ولازم الادوار تكتب ويتفقوا عليها ويقروا الفتح عليها ويعهدوا ربنا ان هم يكونوا طائعين عشان ما يكونش ظالمين على محور اخر بقى اجراء مهم جدا لازم نربع اولادنا على الاتزان ومعرفة الادوار الحقيقية للرجل والمرأة عن طريق اسناد بعض الاعمال ليهم في البيت الابن يقف مع الصناعية والبنت تساعد مامتها في البيت لازم يعملوا كده عشان ايه يتربوا على مسئوليات المنزلية اه انا عارف الامهات بيعودوا يشتكوا انت هتشيلي مسئولية بيت ازاي انا موافق على الفكرة بس مش موافق على اداء انا بقول للامات بالراحة ساعديها ان هي تتعلم بس ما تعوضيش تفشيليها ساعديها لان هي لازم تتعلم الادوار دي وانت يا راجل ما ينفعش تقول ايه انت نايم على طول كده زي برد لا علموا الدور ما تكسروش تالت حاجة لازم نعملها عدم التفريقة في المعاملة ما بين الولاد والبنات وده شئ مهم جدا 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 الحاجة الرابعة لازم نلجأ للمتخصصين في العلاقات عشان نقدر نساعد الزوجين على معرفة ادوارهم والقيام بيها اذا كانوا اصلا دخلوا الجواز وهم مش عارفين الادوار ونزيل الاثر النفس السلبي الناتج عن اهمال الادوارهم دي عن كل طرف امام الطرف الاخر الحاجة الخامسة اللي احنا لازم نعملها شيء مهم قوي لازم نروح لازم نروح نتضرب لازم ندخل دورات المقبلينة على الزواج عشان نعرف الادوار من تاني مفيش مانع ما تأخر من بدأ حتى لو كنا في نص الجواز واختلط علينا نروح نتضرب اسألكم سؤال ببساطة نحل مشاكلنا ان احنا نتعلم ونبقى اصحاب وعي ولا تفضل مشاكلنا زي ما هي وكل واحد فينا يقزي التاني ويجرحه ويقلمه اظن احنا محتاجين نكون صادقين مع نفسنا ان احنا محتاجين مزيد من الوعي واخر حاجة اخر حاجة شيء مهم جدا 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 لو سمحتهم من الاهالي ما تتدخلوش في البيوت خلوهم ساعدوهم كونوا مستشارين ليهم ما تدخلوش وتحلي مشكلة الام لما تقوم بدور بنتها ما بتحلش مشكلة الاب لما بيساعد ابنه مش بيساعد ابنه بقى هو اللي بيسرف مكان ابنه وهم بيحلش مشكلة هي زوجته بتفضل يصغر في عينها لازم الاب لو عايز يساعد ابنه بجد يخليه اشتغل لو عايز تساعد بنتك بجد علميها ادوار البيت لكن ما تعتبروش ان ده هو ده خلاص هو ابني كده وبنتي كده لا مفيش حاجة اسمها ابني كده وبنتي كده يروحوا يتعلموا لازم الادوار ترجع تاني ادوار متزنة عشان الست تفضل ست والزوجة تفضل زوجة والراجل يفضل راجل لان ده لو فتنا البيوت مش هتقدر تقف على رجليها يا رب نهلنا الصواب وجعلنا نقوم بمسؤوليتنا ونجعلنا نقبل على الله سبحانه وتعالى من هذا الباب الواسع باب الرعاية يا رب جعلنا رعاة لبيوتنا عشان تفضل بيوتنا في أمان وتفضل بيوتنا في رحمة وتفضل بيوتنا في جمال وتفضل بيوتنا كمان في خير يا رب جعلنا سكينة ورحمة مودة لبيوتنا لما نقوم بأدوارنا والهمنا القوة والمدد عشان نقوم بمسؤوليتنا يا كريم يا ودود يا رب العالمي بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل هرجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج والله تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة اللي دايماً بتمدنا بالأنوار والبركات زي حلقة النهاردة اللي بياخدنا كمان من الواقع بتاعنا والحوار على فكرة كان في الفاصل مليء بالحماس مبيننا وفي الاستوديو واضح أن الحلقة بتاعت النهاردة حلقة أثارت كثير من الشجون وأثارت كثير من الكلام والنقاش والحوار لأنها في الحقيقة في الحقيقة أنا بفكر أننا نتكلم عن الملف ده لأن في حيات كتيرة ما تكلمناش عنها في الملف ده بالذات وإذا ما كناش بنتكلم عن الحياة دي فهنتكلم عن إيه يعني معايش التلفون بعد إذنكم دقيقة واحدة بس إذا احنا ما تكلمناش عن ده إذا ما تكلمناش عن واحدة نازلة عشان تلحق البيت مما يتهد فهي واحد بتحرش بيها واحد بيقول لها أنت إيه اللي بينزلك من البيت خنقتونا وأخدتو مكاننا في الشغل طبع ترجع البيت والبيت ده هياكله أشرب إزاي في حيات لازم تتحل لازم نتكلم فيها وهتكلم فيها مرة تانية هتكلم فيها مرة تانية لأن إحنا لازم نتكلم إحنا اللي حصل بالتحديد لما قلنا في ناس أكبروا المرأة على أنها تنزل من الشغل وفيه ناس دفعوا المرأة من غير ما يبقى فيه وعي باختلاف الأدوار اللي هيحصل إحنا نزق نزلة المرأة في الشغل والناس مش عارفة تعمل إيه في الأدوار ده اللي إحنا فيه دلوقتي اللي أنا بشوفه في الإرشاد الزواجي دلوقتي إن دي نتائج إحنا مكناش حاسبين نتائجها الراجل اللي مرأة تنزل في الشغل عشان تساعده لازم هو يستحضر قوله صلى الله عليه وسلم إذا كره منها خلق الراضية منها لآخر يعني هو اللي يساعدها على أنها ما تضعش قنستها ما هي بتساعدك يا أخي والراجل اللي زوجته اللي هو بيقوم بأدوار زوجته لازم هي تشيله فوق دماغها لكن اللغبطة في الأدوار دي مش هينفع تمشي كده البيوت معلش لازم تتكلم لازم تتكلم مع بعض بجد وإذا ما كناش إحنا أهل الخطاب الدين هيتكلموا في ده مين اللي هيتكلم الناس بالوعد مين اللي هيصح الناس مين اللي هيقذ الناس وتعالوا ناخد أول سؤال من أستاذ ردوان نتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته أستاذ ردوان أنا بحبك لله يا دكتور عمر وأنا كمان والله أستاذ ردوان بحبكم أول بقول لحضرتك أنا سمحت رواية يعني كسة كده في الجامع مين هو الصحابي الجليل اللي هو قال والله ربنا لو حسبني لحسبته وبعدين الصحابة بقولوا قالوا للرسول يا رسول الله في الان دا بيقول ربنا لو حسبني لحسبته فقberg بقول لك نزل للرسول يا رسول الله بل الساحبك لك حسبنا والحسب من هو الصحابي الذي هذا السؤال خليني أراجع لأن أنا عندي في زين دلوقتي ثلاث أسماء فخليني بس أراجع ده وإن كنت الروايات فيها محتاجة تتحقق شوي خلينا أراجع حضرتك وأقول لحضرتك يا سيد زرتوان على طول إن شاء الله حاجة حنفي سلام عليكم تفضل يا حاجة حنفي عليكم سلام عليكم عليكم سلام عليكم تفضل يا حاجة حنفي إزاك يا دكتور وإزاك سخيف معلش يا حاجة حنفي لو تكرمني توطي التلفزيون شوي وتسمعني من التلفزيون لو تكررني يا حبيب قلبي أنا فصلت خالص على راسي ليه بس جاءت تفضل والله دكتور ماتش بكرة بيها وتساعتين طيب نتنتعش بحضرتك وبعدين ربنا يديني رس ومال وحسنات قدنا بنحبك الله يرضى عنك ويبارك فيك يا والله والله مرة الكلام بتاع حضاكم ده تعدوي بقلبي ربنا أعزك يا حجر أدوان ربنا أخلي ساعتك ربنا أخلي ساعتك دكتور قول لي السؤال فين في شهر رمضان طيب طبعا قبل العيد من طلع أعزك طيب أصدك على زكا على زكا الفطر آه زكا الفطر طيب دي علي شهر رمضان في العشر الأخارة أنا مش لقى أفطر لنا والأولاد يا الله بس المركب بتاعها هجيدي بعد العيد هل ممكن استلف هصلع الزكا وبعدين لما أقبض أرد الفلوس طيب يبس سؤال بتاع حضرتك وسؤال مهم جدا بيقول هل أنا لو كنت في ليلة العيد لا أملك القوت بتاع اليوم بتاعي ده هل علي زكاة الحقيقة لا أم عليكش زكاة طب هل مطلوب مني أن أنا استلف عشان أخرج الزكاة لأن الفلوس هتجي لي بعد كده لا أحنا المطالبين باليوم ده اليوم ده افرد واحد أعطي لربك بسأل يا حجي ردوان افرد واحد كان معا ملايين مماليانة وفجأة ما بقاش معا مليم خسر كل فلوسه قبل الليلة دي قبل يوم يوم العيد دي وبقاش معا حاجة فما علوش هذه الزكاة العبرة أن أنت يبقى تملك قوتك ما يزيد عن قوتك في هذا اليوم لا تملك ما يزيد عن قوتك في هذا اليوم ما عليكش زكاة يبقى إيه اللي حاصل يبقى في حد يتخرج له الزكاة وفي حد يخرج الزكاة يبقى أنت ساعتها كنت مفروض أن أنت يخرج لك الزكاة وربنا يوسع عليك ويكتب لك الخير والبركة حجي ردوان معنا الأستاذة باسمة من اسكندري السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله زي حضرتك يا دكتور نعمة وفضلة الحمد لله ربنا يجزيك خيرا عنينا جميعا يا رب الله يرضى عنك أنا بس عايزة أسأل حديك سؤال أنا أولا خمسين سنة متزوجة الحمد لله من زوج ربنا يكرمه يا رب يجزيك خيرا عنينا ويجزيك عنه في الدنيا والأخرة زي ما بيرديني أنا وأولاده أنا سؤالي عن الأزية اللي بتيجي مثلا من أعرب الناس مثلا الوالد يعني 85 سنة ووالدتي متوفية في بقى أزية وأزية دخلة برضو في التدخل في تربية الأحفاد مثلا حاجات مبادئ مش عايزة أنا أعلم أولادي كده يعني حتى لو هو مثلا كان هو بيربينا على حاجات معينة خاطئة مش عايزة أنا تبقى أولادي عندي سؤال يا أستاذ باسمة عندي سؤال يا أستاذ باسمة هو بص يا دكتور أنا بقالي فترة باستمع يعني في اليوتيوب وحاجات دي هو ينتبك عليه المتفات اللي بيقولوا عليها اللي هي النرجسية بس أنا مش هقدر أصنفه كده لأنه هو ما راحش اتعرض على دكتور أنا مش هقدر أصنفه لكن هو معظم استفاده أديك شطرة وهو عارفة أن ما ينفعش أي وما ينفعش بس لما لقي مثلا توقيع لما لقي مثلا أتكلم على زوجي مثلا ده سيبنا شوية تسمعيلي ممكن أستاذ باسمة تقولي لي السؤال وأنا أوصف لك الحال إيه السؤال إن أنا الحمد لله تخدت قراري إن أنا أحاول أبعد الأذية على قد مقدرة بس أنا ضميري بيوجعني يعني أنا ساعد ضميري بيوجعني إن أنا ليه سبته هنا أنا ليه ما روحتش كذا طب كانت عايز حاجة زي مثلا يطلع مع الولاد مثلا رحلة أو لا أنا قلت لا هطلع بولادي الواحدي مش عايزة إن هو مؤذي وبيلعب عن نفسية جامد جدا يعني كل حاجة مش عجباء اللقمة اللي بنعملها إيه ده يعني نفسية جو بالآخر بيسبقى متضمرة وقعدة بقى لو زوجي مثلا اتكلم في التليفون آه مش محترمني آه مش عارفة إيه لو لدي يتشاءوا لا 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 أنا ما يقايم مش فأنا في الآخر أنا ببقى مضغوطة عصبيا عصبي تعبد طيب أنا أجاوب على حضرتك أستاذ باسمة أجاوب على حضرتك أجاوب على حضرتك أستاذ باسمة بس أنا عايزة أقول لك إن دي سمات بس حضرتك بس إحنا لما يكبر أبقنا إحنا محتاجين نتدرب يعني أنا ما بحبش بر الوالدين ده يبقى كده زي ما بيقولوا كده بما إن حضرتك يعني ما بحبش بر الوالدين بيبقى باي لك يعني ما بحبش بر الوالدين كده كأننا بنتولد بر الوالدين محتاجة تدريب لإن الوالدين في بعض الأحيين لما بيوصلوا لسن معين لهم سمات استماعات اللي هو فيها دلوقتي وخاصة لو ما كانتش موجودة فيه وحصلت له دلوقتي هو لأنه يريد أن يجد له مساحة في الحياة التدخلات اللي حضرتك بتسميها تدخلات هو مش عايز يفسد حياتك ويأذيكي هو عايز يحس إنه هو عايش لأنه لو ما قالش رأيه في دهه ما قالش رأيه في دهه أنا عارف إن داي دايق هو نفس طريقة اللي إحنا كنا بنعمله مع الأطفال الطفل لما بيحط إيده هنا ولا بيعمل هنا هو مش واخد باله إن ده بيأذي كذلك هو الراجل الكبير اللي عنده 85 سنة حصل له التنكيس الخلقي يعني عادة مرة ثانية إلى عقلية إحنا لابد إن إحنا نتضرب في التعامل معاه أنا مش عايز أحملك هم المجتمع كله يا أستاذ باسب بس إحنا محتاجين نتضرب نتعامل إزاي مع كبار السن إحنا مش هنقدر نتحمل إن إحنا في مجتمعنا نبقى زي مجتمعات اللي بترمي الكبار في الشارع ولا بترمي الكبار في وما يتموش بيهم وأنا مش بحملك والله أنا بتكلم علينا كلنا إحنا محتاجين نتضرب شوية للتعامل مع كبار السن للتعامل مع زاول الاحتياجات الخاصة إحنا كمجتمع محتاجين للوعي ده وإنه محتاجين نتضرب واحد كبر في السن وبعض السماته بقت كده بقى منتقد بقى كذا 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 أنا ممكن أعود مع الأولاد وأعود مع كذا ونتعلم احتوائه زي من نتعامل احتواء الطفل الشائي لازم نتعلم احتواء الكبير المنتقد واضح إحنا محتاجين نتعلم إن إحنا نحتوي زال الكبير السن المنتقد وده جزء من برنا به إنما التعامل معه على إنه هو مؤذي لإنه هو ما بقاش على نفس طريق تفكيرنا أنا ممكن يكون ليه تعليق عليها ليه؟ لإن ربنا أمرنا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروفة إحنا محتاجين شوية نتضرب إحنا قبل ما نقول إنه هو مؤذي لكن لو كان نفترض إنه بيعمل تصرفات فعلا تتسبب في الأزا حاول تتجنب الأزا بس برفق ما نتعاملش معه بهذه الحدية هذه الحدة لا تتناسب أبدا مع الآباء والأمهات خالص لكن إن إحنا نكون تعبنا من تدخلاتهم كويس تعبنا من تدخلاتهم ندير بقى مساحة التدخلات دي دي نصحت لحضركم ونصحت لكلنا كلنا لإن إحنا لو ما حصلش ده إحنا هيبقى عندنا مشكلة هل معنا حد؟ يا سيدة هنتكلمنا النهاردة عن واضح إن إحنا فتحنا ملف أنا أحتاج إن إحنا نتكلم عنه ملف اختلال الأدوار في البيت اختلال الأدوار في البيت ده مش فكرة اختلال الأدوار في البيت ده دي حالة حالة عارفين ظهر على ضفافها حاجات كتيرة وحشة لكن على فكرة ممكن بترتيب الأدوار مش إن كل واحد يرجع لأدواره بس لو حد عيقوم بدوره لإنه هو خلاص فعلاً هو عيقوم به فيه دوا حلو قوي ممكن تستخدموه لغاية ما نتدرب ونغير الكلام ده لما يحصل إن حد يقوم بدور فوق دوره استخدموا الدوا الحلو ده دوا الامتنان كلمة شكراً كلمة ربنا يخليك لينا كلمة أنت في الحقيقة خيري سند لي أنت في الحقيقة بتزداد جمالاً وأنا ما كانش في حياتي ممكن أتخيل إن يبقى في حياتي حد زيك الامتنان يا سادة بيصرف الإهانة ويساعة الامتنان بيصرف كمان ويداوي واجع الأبدان يا سادة امتنوا امتنوا عشان تفضل البيوت وقف على رجليها الامتنان رائع دوا بيدل على إن أنت قلبك في مدد الرحمن يا رب رزقنا إن احنا ننتنل أحبابنا على كل خير بيعملوه فينا وعلى كل خير بيساعدونا فيه عشان نقدر نمسك البيوت وتفضل البيوت عمرانة بفضل الله وبكرم الله وبود الله يا رب جعلنا ممتنين ولا تجعلنا جاحدين وجعلنا دايماً لنعمتك يا شاكرين يا رب العالمين اشتركوا في القناة ridiculous اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا